شنت المقاتلات والحربية والروسية صباح اليوم غارة جوية استادفت مدرسة في قرية كفر داعل بريف حلب مما أصفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفلان بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الأطفال بجروح بعضهم بحالة خطرة بحسب ما ذكرت مصادر ميدانية كما كثفت الطائرات الحربية غاراتها الجوية على مدن وبلدات ريف حلب الجنوبي كما نشب حريق في بلدة كفر ناها بريف حلب الغربي جراء استهدافها بثلاث غارات من قبل سلاح الجو الروسي